بالنسبة للسادس الاعدادي هل انه احتساب المعدل التراكمي من دون الامتحان الوزاري هل هذا القرار لو كان راح يطبق صحيح ام خاطئ تابع الفيديو راح نتكلم عن هذا الموضوع لا ينتقل فيروس كورونا اثناء الامتحانات من راح يفول لو احتساب المعدل التراكمي من دون الامتحان الوزاري هاي المدارس من نوع اللي يعصروهم عصر للطلاب بالامتحامان نص السنة السبع البينات طلع سبعين بالأردن ومعرف ببعيد دولة يعني كنا احتساب المعدل التراكمي من دون الامتحان الوزاري طبعا انت اتقارن بلدك بغير بلد خطأ وما ممكن نهائيا بينما بغير دولة لا يتعين من التربية من الهندسة من اي كلية قبل مباشرة انتعين مركزي خيام كموا قاعدوا هناك نسبوها وخلشوف التربية شلو معنا عنه وشلو سالفتها وين في التوصل اعرف يعني مره الحقيقة ما عندي جواب لهالشكل بشر الصراحة يكا ضمي يكا ضمي يكا ضمي سوي من الدارة اكومي هاي جماعة التراكم معاملين السلام عليكم ورحمة الله شوانكم مصدقائي ان شاء الله تكونوا بخير معكم اخوكم محمد طال من قناة تاكنو ميتو بهذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع اللي هو موضوع المعدة تراكم بالنسبة للسالسة الاعدادي طبعا لو كان راح يطبق هذا القرار كان جدا جدا فاشل وخاطر راح تقول لي ليش بالبداية الطلاب يعني اكون منهم متظاهرة ويوم وزارة التربية وكذا يعني ونصبولهم خيام زي انت من مثلا يعني عدتنصب لخيمة يوم وزارة التربية وعدتقول انه ما نريد نمتحن على مود ايش يعني ليش السبب يعني وراه هذا الشيء على مود لانه لا ينتقل فيروس كورونا اثناء الامتحانات زي ان اعرف يعني كورونا بس موجودة بالامتحانات بالقاعة الامتحانية ما موجودة يعني بالخيم اللي يوم وزارة التربية ويوم هاي التجمعات والمظاهرات يعني شيء ما من المعقول وغلط يعني ما من المعقول نهائيا فالشغلة ما بيها انه هاي الطلاب هالشكل تفكيره من هالناحية زي ان راح تقول لي هذا القرار صح لو خطأ اقل خطأ راح تقول لي ليش راح اجاوبك زي ان باعتبار انت افكر بالموضوع منه راح يفول لو احتسب المعدل التراكمي من دون الامتحان وزاري طبعا معدل التراكمي شو ينحسب عن طريقة يعني مثلا المرحلة الرابعة ومرحلة الخامسة وبعدين ينحسب معه يعني ما داوم هالقا السادسة والجزء المداومي وينحسب هالشكل الشيء يعني ما مفتهمه بكل تفاصيله لكن هو هالشكل يعني يدور على هالم هالموضوع زي ان اسألك سؤال انت منه راح يستفاد اذا انحسب المعدل التراكمي شي اكيد شي اكيد جماعة المدارس الاهلية وجماعة المدارس الحكومية ما راح يستفادون نهايان راح تقل لي ليش لانه مثلا جماعة المدارس الحكومية اللي خلي نقول المتميزة مثل عندنا المتميزين الشرقية هاي المدارس من نوع اللي يحصرهم عصر للطلاب يعني اتصور احنا يعني من كنت انا بالستاذ سعدادي كنت بالمتميزين كان عندنا مادة العربي يدرسنا بيها استاذ منصور الهلالي طبعا استاذ يعني بديع وكنا اصلا ديرسين بالعطل عد طارق الحاصود فيعني بالعربي كلش مضبوطين وكنا نقرأ يعني كتب نحوية ايضا بالامتحة من النص السنة السبع البينا طلع سبعين فصور لوك راح يحسبوننا المعدل التراكمي شوفوا شان درجاتنا راح تنكسر واحنا كلتنا جماعة المتميزين كلتنا طبسناه صايدا لنحصل لانه طلاب عنا غلب اصلا شطار فلو حسب المعدل التراكمي كان اول الناس راح ينظرون جماعة المتميزين وجماعة الشرقية وهاي المدارس يعني متميزات واندلس هم اعتقد شاطرة فهالشكل فتصور لو راح يحسبوا راح هذول الفئة الشاطرة ما راح تحصل مجموعة طبية بينما الباقي لا راح يحصلين اللي هم جمعة المدارسة الاهلية اللي يفولون طلابهم طبعا انا ما انتقص من المدارسة الاهلية لا والله واكو يعني طلاب واكو اشخاص يقول لك انه بالاردون ومعرف باي دولة يعني كنا احتسبوا المعدل التراكمي من دون الامتحان ويزاري طبعا انت اتقارن بلدك بغير بلد خطأ وما ممكن نهائيا راح تقول لي ليش زين هست اي طالب يتخرج من الهندسة والتربية وغير كليات ما كو تعين الدولة ما عتعين بينما التعين خلي نقول بالنسبة للطبية يعني شبه مضمون او الناس عتتقاتل عليها لان غالبا ما راح يتعين بينما بغير دولة لا يتعين من التربية من الهندسة من اي كلية قبل مباشرة انت تعين مركزي فانت ما اكوي وجه للمقارنة وخطأ يعني خطأ انه من حسب معدل تراكمي على مدهاي قل لك انه ترى صارت بغير دولة ما ممكن المقارنة ما ممكن نهائيا طبعا اكو اشخاص يعني الحقيقة طلعوا على السوشال ميديا وحكوا ومعرف يعني صارك وفد استفزاز للشعب وفد استفزاز للطلاب وخلهم يطلعون مظاهرات يعني معرف اكو فيديووات النشر تخيش اوفكم احد الفيديووات قصص هاي ولا افلام عم طلاب السادس اهل بغداد اتريوم اقرب شي للوزارة مات التربية خيامكم وقعدوا هناك نسبوها وخل نشوف التربية شنه معناها وشنه سالفك وانتي تتوصل حياكم الله يا طلاب السادس ووقفوا اليوم الرجل صاحب موقف اوقفوا هناك وخلوكم زلم وهنا محاوط النجيف ومقية المحافظات هم توقف وقدام التربية ونشوف وانتوصلوا ياكم باني بطلوهم الملاتكم عمي باني قصصكم وفلاكم بطلوهم طالب ما درس يعني انت جم واحد اهل وناعب عليهم دروس خصوصية وما دروس خصوصية والله جاءت تتملعب تتملعب برواحة الواديين تتملعب بحقوق الناس عيف عم عيفة رواحة الواديين عيف خاف يا ابو طلاب ومن التمين مويا بكورونا لك يا ابو ما درسوا شون ما تريد تجمعها شون ما تريد تحسبها ماجد ما درسوا ولا ايام الدراسة السنة كلها ما درسوا اسبوعين ثلاث سابيع من السنة كلها اذا طلعوا الدارسيين عمي انا باطل بن باطل بس والله العظيم اللي كنت في بها السلفة وهم باطل معرفة شجاوب الحقيقة على هالشكل الشغلات نشرت و معرف يعني والله الحقيقة ما عندي جاوب لهالشكل بشر الصراحة شوفوا هذا الفيديو اللاخ يا كاظمي يا كاظمي سوين دارها كمي هاي جماعة التراكم معمي عجب شكرهم للتزمين كلهم لابسي كمامات ها ها خلاب بعد مدة طبية ما يعني شفتم الوضعية خيام وكورونا بس موجودي كورونا بالقاعة الدراسية وقاعة الامتحانية ما هو موجودي بالخيهم هاي اللي ناصب بها فشيء ما من المعقول وخطأ يعني التصرف خاطئ أصلا وقرار إذا كان راح يطبق قرار خاطئ مهم هذا الموضوع حبيت أحكي عنه إذا عندك أي وجهة نظرة أو أي رأي ممكن ترفق لي هو بالتعليقات الامتحانات اللي تقريبا قربت فإن شاء الله عندي فيديو غدا وبعض غدا أنشره على الشغلات اللي ممكن أنت تتبعها خلال الامتحانات طريقة الإجابة وكذا بعض النصائح اللي راح تفيدك إن شاء الله عن تجربة هاي الحقيقة كانت أنا يعني جربتوها ويعني كل شي كانت فادتني فإن شاء الله غدا وبعدها نشر الفيديو وانتظرون فيديوهات جديدة لايك وشير أو سبسكرايب بالقناة حتى يصلك كل شيء جديد فعل زر التنبيهات على القناة مالتي وشكرا جزيلا لأنكملتم الفيديو وعا السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة